اهلا وسهلا فيكم معانا في حلقات جديدة من حلقات بودكاست يوميات خبير قهوة من منصة مابت فور وورد هذه هي حلقتنا الاولى بعد انقطاع لاجازة رمضان وعيد الفطر كل عام ونتوا بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية والبركة واخترت لكم للرجعة موضوع يكون خفيف ولطيف وحبا اتناقش معاكم ونتكلم عن الخدمة وتجربة الضيافة بالعادة احنا نخلط بين هذول الكلمتين ونعتبرهم كلمات مرادفات لبعض ونستخدم هذول المصطلحين للتعبير عن معنى واحد هم صح متعلقين ببعض ومرتبطين بشكل كبير ببعض حتى ان الخدمة هي جزء من الضيافة ولكن لا بد نفرق بينهم لانهم مختلفين عن بعض وهذا اللي حنسوي في هذه الحلقة فلما نيجي نتكلم عن الخدمة احنا قاعدين نتكلم عن تأدية مهام معينة لتلبية احتياج العميل او لحل مشكلة احنا قاعدين نشوف الخدمات في كل مكان في المقاهي في المطاعم وفي المتاجر الالكترونية وصارت مع المنافسة الكبيرة والشرسة بين المشاريع صارت من الاشياء البديهية اللي مفروض تكون موجودة في اي مشروع فاحنا مثلا نتوقع انه لما ندخل متجر الالكتروني عشان نشتري شيء انه يكون فيه خدمة التوصيل نتوقع كمان انه يكون فيه اساليب دفع مختلفة طرق الدفع مختلفة مثلا بالبطاقة الاعتمانية كاش او بالتطبيقات المختلفة وصارت قراراتنا تنبنى على هذا الاساس يعني المنروح مكان وما يوفر هذه الخدمات اللي صارت بالنسبة لينا شيء متوقع وبديه ومفترض انه نلاقي في اي مكان صارنا نحول وندور على مكان تاني والتقصير في هذه الخدمات او عدم توفرها ممكن يؤدي الى استياء العميل وعدم رضاء وخسران هذا العميل عشان كذا مو المفترض انه اي مشروع يفتح الان ما يقدم الخدمات الاساسية المتوقع المفترضة اللي كل مشاريع قادة تسويها وكمان الخدمة فيه تتمتع بطابع السهولة والسرعة والعملية وهي لابد تسهل حياتنا اكثر عشان كذا احنا سرنا نعتبرها من الاساسيات بس لما نيجي نتكلم عن الضيافة وتجربة الضيافة فاحنا قاعدين نرتقي الى اعلى مستويات الخدمة فمو بس قاعدين نقدم الحد الادنى ونلبي فقط الاساسيات والاحتياجات احنا ارتقينا المفهوم اعلى وهو اللي نطبق فيه الاحسان وهذا هو عنصر اساسي من العناصر الثلاثة اللي حتكلم عنها اليوم في موضوع الضيافة احنا عندنا الضيافة هي من المظاهر الاساسية والمتأصلة في التراث والثقافة العربية فلابد ان احنا نحافظ عليها ونحافظ عليها عشان تمتد للاجيال القادمة وما في احلم من خدمة الضيافة وان احنا نصنع تجربة الضيافة للعميل في المطاعم وفي المقاهي في المتاجر الالكترونية حتى فلما نيجي نتكلم عن الاحسان فاحنا قاعدين نسوي شيء اعلى من المطلوب قاعدين نرتقي وهذه واحدة من العناصر المهمة الاحسان الشيء الثاني ومرتبط بالاحسان انو الضيافة لابد انها تكون غير متصنعة وغير متكلفة فلابد انها تنبع من الشخص لانها معتمدة على التبادل بين اشخاص واطراف مختلفة فلابد انها هي تكون اصيلة نابعة بطيبة نفس فالشخص اللي قاعد يقدم او يصنع تجربتي لابد انه يكون هذا الشيء مغروس فيه مفهوم الضيافة مغروس فيه متعود عليه متربي عليه كبر معاه مرة صعب ان احنا نعلم شخص يكون عنده حصن الضيافة وكرم الضيافة اذا ما كان متعود عليه ممكن واحد يكتسبها مع الحياة مع الخبرة ومع التجارب ولكن كل ما كانت نابعة من الشخص كل ما كانت اجمل واحلى وهذا كمان متعلق بالاحسان ما تقدر تخصب شخص انه يكون محسن في شيء معين لانه قاعد يسوي شيء اعلى من المطلوب منه كمان العنصر الثالث متعلق بهذه الامور واشوفه مهم جدا وهو العنصر البشري عشان نقدر نحقق تجربة الضيافة ممتعة وننتقل من مجرد تلبية احتياجات للرفاهية احنا لابد يكون عندنا العنصر البشري التبادل البشري بس هذا الموضوع انا ممكن افكر فيه بطريقة اخرى خاصة في الوقت اللي احنا مرينا فيه والازمة هذي هل ممكن انه تنتد تجربة الضيافة خارج المقهى والمطعم الى مساحة العالم الافتراضي هل ممكن نسمع تجربة الضيافة في بيت العميل في المكتب هذا الموضوع هنتكلم فيه ان شاء الله في حلقات قادمة وهذه اخر حلقتنا واتمنى لكم يوم جميل سعيد وقهوة ممتعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر